إذن بيونت مية كنت بلي ملاحظة يمك رح نتحدث عن الاجكتف والادفرب الظروف والصفات رح نحكي عن الظروف والصفات بهذا اليونت تبولي ملاحظة أي كلمة تنتهي بلي تعتبر ظرف 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 طيب كلمة اللي ما تنتهي يعني شوفوا هستاذني كويكلي وسيريوسلي وكارفالي ذلي صفات ظروف ذولة شنة ذولة ذولة صفات ذولة صفات إذن الادكتف هالكلمات العادية والادفيرب اللي تنتهي بألوى طيب كتبولي ملاحظة هناك صفات هناك صفات هناك كلمات تحتوي على ألوى ولكنها صفة هناك كلمات هي صحيح تنتهي على ألوى ولكن هي بيعتبر صفة اللي هي فريندلي لفلي إيلدرلي لونلي و لفلي هاي الكلمات بيهم ميزة هما منتهيين بألوى ولكن شنعتبرهم شنعتبرهم ذولة صفات رح عيدهم مرة أخرى رح عيدهم مرة أخرى بيونة مية نحشى عن الصفات والظروف طيب قال لك أول ملاحظة الكلمة اللي تنتهي بألوى بشكل عام تعتبر ظرف واللي ما تنتهي بألوى تعتبر صفة خلص هاي انتهينا من عدة بعدين قال لك ملاحظة مهمة يعني بعض الصفات شواذ هذولة ينتهيين بألوى بيسمها صفات فريندلي لفلي ذولة صحيح منتحينا بألوى بس لا هذولة نعتبرهم نحن باللغة الإنجليزية دائما هذولة نعتبرهم باللغة الإنجليزية صفات يقول الصفات تصف الفاعل الصفات تصف الفاعل تحكي لي عن الفاعل يعني تجيني ويا الفاعل تجيني ويا الاسم الصفات تجيني ويا الاسم تجيني ويا الفاعل الصفات كتبوها ملاحظة يمكن الصفات تجيني ويا الفاعل وتجيني ويا الاسم الادكتب تصف الفاعل وتجيني وراي ويا الاسم يعني تصف الفاعل من اقول سام is a careful driver سام هو السائق حذر الان انا قاعد اصف منه قاعد اصف سام قاعد اصف سام I didn't go out ما قدر تطلع برا لان المطر كان قوي انا قاعد اصف شنوه قاعد اصف المطر اذا تصف الاسم اذا هنا تصف الاسم طيب هاي بالنسبة للصفات ننتقل على الظروف اكتب لي ملاحظة اما في الظروف فسوف نتحدث عن الفعل اما في الظروف فسوف نتحدث فسوف نصف الفعل راح نصف الفعل راح نصف الفعل كتبو له ملاحظة وتأتي دائما بعد الفعل ويأتي دائما وتأتي الظروف دائما بعد الفعل وتأتي الظروف دائما بعد الفعل سام drive carefully الدروف شنوه هنا من يقول الدروف شنوه هنا فعل الدروف شنوه هنا فعل carefully بعناية طيب سؤال الآن كلمة carefully وصفت الفعل ام وصفت الفاعل من يجاوبني؟ إذن فعل فعل وحما في الظروف يقول نحن قال و يحبب لنا لأنها كانت تنطر بغزارة لأنها كانت تنطر بغزارة الآن كلمة هافلي هل وصفت المطر أم وصفت يعني عملية الماء يعني هل وصفت الاسم أم وصفت الفعل وصفت الفعل حشت عن المطر المطر شلون كان والله كان المطر يمطر بغزاعة فالظرف يوصف دائما الفعل والصفة تصف الاسم شوف يقول لك شي سبيكس بيرفكت انجليش تحكي انجليزي بشكل جيد جدا صفة شي سبيكس انجليش بيرفكتلي يعني حشت انجليزي بشكل جيد جدا الآن هنا هنا بهذا الحالة وصفتها يعني الانجليزية مالتها توب هنا وصفت الكلام مالتها توب هناك صفات يأتي دائما بعدها صفات هناك افعال هذولا قافل لازم يجيني وراهم صفة ما بيهي مجال دا تكتبون ملاحظة انتم لو لا بس عيت استاذ هناك افعال يأتي بعدها دائما صفة استاذ يعني كلمة ادفيرب يعني صفة ادفيرب صفة اضرف هسا هو هنا قال الادجكتب الملاحظة تقول اكو افعال دائما مني شوفن ذن شنسميهن انسميهن صفة بدون قاق اقفل عليهم اللي هما البي اللي هما الوير اللي هما الوك هذولا الافعال دائما شي جيني وراهم مني شوفهم بالجملة شو تقول هاي الكلمة شو تقول عليها هاي الكلمة ها شراح نقول عليها الكلمة شينوها دائما الوراها كوايت وباد وسيريوس شينقول عليها ذني صفة وهي ترى مبينها يعني بنانها اخوان يعني طلاب عين ترى هي مبينها كوايت هي صفة كوايت كوايت لي الظارف ماريتها باد سيء باد لي الظارف واضح الظارف لا مبين يجيك ورا الفعل يكون بي الواي زين وهي الافعال هم مساعدة ومساعدك بهن بعد كتبوا لي ملاحظة هناك ثلاثة ظروف تستخدم قبل الصفات هناك ثلاثة ظروف تستخدم قبل الصفات هناك ثلاثة ظروف بس دولار الثلاثة بيهم ميزة ميزتهم اش بيهم انه يجون قبل الصفات بس دولار الثلاثة ركز يمي بس دولار الثلاثة مو كلهم كتب لي اياهم يمك قول يا بي هناك ثلاثة أفعال ثلاثة ظروف يأتي قبلها تأتي قبل الصفات تأتي قبل الصفات نعم ههههههه اطلق فدائما يجوني قبل الصفحة بس دولة تلاهم حقيقة احسكم بعد تحتاجون شرح رح ارجع اعيدلكم مليونة من البداية لا تكتب ولا تدون اي شيء المحاضرة مسجلة تبه يمي وشاش رحلكاني اركز علي الشي اللي ما تفهمه قولي استاذ هذا ما فهمته فورا ما اكمل لحد شيء اول شي قيل لك بنقطة اي قيل لك السلام عليكم انت لازم ترد له تحية الاسلام السلام عليكم طيب قلنا له وعليكم السلام ايش قال؟ قال عيني الاجكتف الصفة الالكوك والسيريوس وكذا والغي ذلك الصفات بعدين انا سألته قلت له والظرف؟ قال لك الظرف اي كلمة تنتهي بألواي كوكلي سيريوسلي كيرفلي بادلي هفلي تربلي قلنا له والله رحم الله والدي جزاك الله خير افتهمني الظرف والصفة بعدين اجانا واحد تسلم هيتشي رون سايد قال لي قف قف قلت له كيفك؟ قلت له شبيك؟ قال تع 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 انا عندي الواي بس اني شبيه؟ انا صفة اذا عندش قد خمس افعال خمسة خمس كلمات هذول بهم الواي بس دائما نعتبرهم نعتبرهم صفة راح اعيد مرة اخرى كل كلمة تنتهي بألواي ظرف كل كلمة تنتهي بألواي ظرف اوكي ولكن عندي خمسة خمس كلمات انت هنا بألواي بس اما صفة انتهينا وراهاش قلنا له يا ابا زين شين الصفة وشين الظرف؟ قال عيني الله يرضى عليكم الكلمة اللي تجيني الكلمة اللي تصف الفاعل هاي صفة كيرفل صفة الكلمة اللتي تصف الفعل نقول عليها ظرف اجتني ورا الفعل مباشرة وظهر فاضح ذاك وين بيه ألواي يعني اجيب لك بالامتحان سام از اكيرفل لو كيرفل درايفر انت مني شوف اسم مباشرة تحط له كيرفول بس مني قل لك سام دروف مني شوف فعل مباشرة تحط له ظرف يعني واضح طيب بعدين اش قال لنا قال لنا قريد اساعدك احب اساعدك هو يريد يساعدك قال لك هذول الافعال دائما يجون ويصفه اوقفلهم ويصفه اللي هم الوير واللوك والفير هذول دائما يجون ويصفه خرص مني شوفهم حط صفة بدون تفكير بعدين بنقطة دي قال لك وهاي هم قاعدة راح يساعدك عندك ثلاث ظروف يجون دائما ويصفه ريزبنلي وتشيربلي وانكريدبلي هذول دائما يجون قبل الصفة عادية مو مشكلة يعني اذا قال لي إذا قال لك صحح على الخطأ مثلا قال لك انت تقول لك قال لك مثلا ايام تربلي سوري قال لك ايام سوري تربلي انت تقول ايام تربلي سوري لان الظروف تيجو قبل الصفة باقي الحالة بس ذني هذا كل ما يوجد بالنسبة ليونت 100 موسيقى موسيقى